للحديث بقية قال نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بآيات صريحة واضحة فقال خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر أمهات المؤمنين ويأمر النساء العففات بلبس الحجاب وأجمعت الأمة الإسلامية على أن الحجاب فرض فرضه الله سبحانه وتعالى وأنه قد نص القرآن الكريم وكذا السنة النبوية المطهرة على فرضية الحجاب إلا أنه بين الحين والآخر يسعى البعض إلى تشويه صورة الحجاب وإلى زعزعة ثقة الناس في الحجاب الذي أجمعت الأمة على فرضيته دكتورنا الحبيب العلاقة بين ترك المجتمعات للأزياء المحافظة وبين الانهيار الأخلاقي اللي بنشوفه الآن لا سيما مع دعوات خلع الحجاب وإظهار الحجاب في المظهر السيء تستهدفه بعض الدراما وغيرها يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحبه وما ولاه وبعد هو دايماً الكلمة اللي يقولها لك إيه العلاقة بين خلع الحجاب أو ترك الحجاب وبين القيم الأخلاقية نعم ودي كلمة يعني تمشي على بعض الناس لكن لو أنت نظرت بنظرة يعني منتغل بساطة في القرن الماضي في التلاتينات من القرن الماضي كانت بريطانيا وأوروبا اللبس المعروف والحجاب السابق للنساء كل نساء أوروبا كانوا كده مفيش حاجة اسمها تبرج نهائياً هناك نعم فكان ساعتها نسبة الأطفال خارج الزواج أطفال برا الزواج أربعة في مية نسبة الأطفال خارج الزواج أربعة في مية حاجة أوليلة بس موجودة يعني نعم بدأ سنة سنة الترك الحجاب شيئاً فشيئاً لغاية ما وصلنا إلى زي المرحلة النهاردة النسبة ستين في المية ستين في المية ستين في المية أطفال خارج الزواج نسبة ضخمة جداً نسبة رهيبة ففي علاقة ترضية فابتة بين التخلي عن الزي المحافظ وبين انتشار الفواحش ده شيء بديهي لمن يقرأ التاريخ مجرد قراءة بسطة جداً فالتحارل الجنسي نتيجة طبيعية للتبرج ما نقدرش ننفيها وإلا نجذب على أنفسنا التبرج التبرج ده بيؤدي إلى تحرر جنسي تحرر جنسي يا دكتور الحبيب في هذا الكلام يقولون لك لا بس الإحصائيات بتقول أني نسبة أعلى تحررش في العالم مش في دول الغرب ده في دول المسلمين في دول العرب ما رد حضرتك لو أنا سألوني أكبر خرافة عالمانية تم الترويج لها في بلادنا أولوما هذه الخرافة أكبر أعزوبة عالمانية في العالم في هذا الموضوع أن التحررش في بلادي أكثر من الغرب أو أن عندنا اغتصاب أكثر من الغرب شيء غريب والله العظيم شيء مدهش أكثر البلاد أمان في العالم كله تبكر لدراسات غربية معتبرة هي بلاد إسلامية وأكثر مدينة أمينة في العالم هي أيه؟ مدينة منورة الله أكبر ده في الدراسات ثابتة أكثر مدينة في العالم آمينة للمرأة هي المدينة منورة أكثر مدينة المرأة فيها تبشي بحرية لا يوجد تحرش صفر اعتداء على مرأة صفر الاغتصاب صفر المدينة منورة أكثر بلاد العالم النهاردة في معادلات الاغتصاب آخر دراسة في 2023 كندا سويسرا فنلندا السويد كلها دول أوروبية غربية وفاجأ العلمانيين لسه يقول لك نفس الخرافة القديمة اللي بتحقق بها عن الناس التحرش في العالم الإسلامي العلماني الكيوت يعني أنا عارفين أوروبا وعارفين وسافرنا كذا دولة إحنا بعد العيشة مفيش حد يطلع بره بيت من النساء حاجة معروفة يعني بعد ساعات معينة من الليل مفيش مرأة يمش وحدها إحنا زوجاتنا بيروحوا إن كانت دكتورة أو إن كانت في مصلحة أو كان زار في طارق بيرجعوا في نص الليل مفيش حرك في ذلك طرق أمينة بلادينة أمينة فضل على الجل في الغرب بعد ساعة معينة حتى عندهم مبدأهم يقول لك الكوات الأمن ما تحميش حد بالليل الحماية نهارية بس الحماية في النهار بس ده حاجة سابت معروفة في الغرب لا عليش في الغرب عارف مدودة نعم فأنت تمشي في الليل تتحمل مسؤولية كاملة تحمي نفسك من المتحرشين ومتعاطل المخدرات ومن العصابات نعم تجيلي أنت تقول لي في العالم الإسلامي النسب التحرس في المواصلات في دراسة عملت في فرنسا مئة في المية مئة في المية مئة في المية وما زال الإعلام للأسف الشهيدة الغير مسؤول يقول لك التحرس في العالم الإسلامي كذب عجيب من أعجب الخرافات وما زال الناس بيصدقوها يقول لك التحرس عندنا أيها الأخ الفاضل اغتصاب معدلاته خيالية في الغرب خيالية وعندهم تحرر جنسي كامل ومع ذلك اغتصاب خيالي نعم في العالم الإسلامي بفضل الله علينا ربنا يمتن علينا بيذين نعمة ما حيين يا رب محافظ وإن كان عندنا طبعا مشاكل لا تحصى لكن بالمقارنة بالغرب لا طبعا ما فيش واجه المقارنة أصلا نسب التحرس في بعض بلاد صفر نسب الاختصاب في بعض المدن صفر فهذا رحمة الله علينا ما فيش كاملة في الغرب الغرب بالنسب غير طبيعية التحرش التحرش والاختصاب والاحتية على الأمسك طيب هما هنا بهذه النسب اللي حاجب أتذكرها من خلال إحصائيات موثقة ودراسات لنسب التحرش ونسب الاختصاب ونسب المواليد خارج إطار العلاقة الشرعية أو خارج إطار الزواج في نفس الوقت يهاجم الحجاب حجاب المرأة المسلمة مسلسلات تزاع ليلة نهار أعمدة صحفية في الصحف دراما تقوم بتشويه صورة الحجاب لنصل في النهاية إلى هدف واحد هو مهاجمة حجاب المرأة المسلمة إذن لماذا يهاجمون الحجاب هو أمر عجيب والله صراحة وده بيخلي برضو كل أخت مسلمة تعتز بحجابها تستعلي بهذا الحجاب تعرف كمية الحجاب لأن الحجاب ما هواش زي إسلامي ربنا أمرنا به لا ده أصبح الآن رمز يعني الآن الحجاب لابد أن يرمز أصبح رمز عند المرأة وأصبح رمز في هذه الأمة ما هواش حاجة عابرة ودائما نعرف حاجة مهمة إن الحجاب علشان يكون عقل المرأة هو المتحدث وليس الجسد يعني الحجاب ده لرفع كمية المرأة رفع كمية المرأة عشان في حوارها مع الرجل يكون المتحدث مع الرجل هو العقل ليس الجسد فالحجاب استعلاء بالمرأة تحافظ على نفسها لبيتها وليس للعابرين نعم فده استعلاء بكمة المرأة لكن النهاردة في الغرب بيسلطوا الكاميرا على كل مكان في المرأة علشان يرواجه السيارة يرواجه علبة شاي هذا صحيح والآن يشوه لك صورة الحجاب طيب أنت إزاي يعني أنت إيه اللي بيدي المرأة قيمة بيعطيها استعلاء بذاتها هل أنها تحفظ على نفسها ولا أنها تستخدم كسلعة ويروج الموضع بأسريب أنا يعني الشيطان نفسه يقف مزهولة صراحة أه أنت بتعملوا إيه الشياطين مزهولة الله العظيم يعني أنت الحجاب وما تجاوزوا الشياطين في تفكيري الحجاب أعلى قيمة المرأة وخليها معتزة بنفسها واللي بيكلمك العقل وليس الجسد فتحترم العقل بيكلمك مش تركز على حاجة تانية وفي نفس الوقت تلاقيه بيشتغل في ملف آخر خالص عكسي اللي ويقولك الحجاب ده بيمتهني نعم يعني أنت إزاي كده الله المستعين طيب دكتورنا الحبيب يعني البعض للأسف بنشوفهم من خلال التلفزيون وخلال السوشيال ميديا بيقولك طيب أنت يا رجل أنت دايما بتقول أن التحرش نسبه في الدول العربية والإسلامية الحمد لله غير موجودة أصلا لما تقارنوا بالغرب هو نسب غير موجودة في الحقيقة طيب لماذا أنت أيها الرجل اللي تتحكم في نفسك وفي غريزاتك يجاهل المرأة غير محجبة المشكلة عندك أنت مش عند المرأة نارض الدكتوريس نفس الفكر المقلوب هو لو واحد ما عندهش تحكم في غريزته هتطلب من التحجبي بالمنطق يعني واحد ما عندهش تحكم حتى في الغريزة تمام ده هتطلب بالحجاب أو هتطلب بعد بالحجاب فأنت أصلا بتخضب مين بتخضب المتحكم في غريزته ولا غير المتحكم غير المتحكم ده أصلا عايزك زي من أنت اللي حجبه لغيره فبالعكس ده هو الراجل اللي عايزك تسموه بنفسك هو الرجل المتحكم في نفسه فأنت المنطق انقلب نتيجة لسحر السحر بتوع الخطاب العلماني الغريب في تشويه صورة هذا الرمز ولازم الأنسة تستعلي بحجابها لأن هذا وقت الرمزية صراحة لازم نرمز الحجاب نعم ونرمز والمرأة لأن هذا بصراحة ليس مهمتنا إحنا كرجال بصراحة لا لا أنا وحدتك سمحني بقى في هذه المرحلة نبقى على جام والمرأة نفسها تستعلي بحجابها في هذا الوقت وتستعلي كمت الحجاب وتعرف الناس أن الحجاب ده هو سر استعلائها نعم إنما الصورة الأخرى التشويهية دي مش في الأمة ولا في تاريخ هذه الأمة بالعكس عبر كل تاريخ الأمة دايما الاستعلاء شوف النص الشرع اللي حتى تذكرت فأولا حقا ذلك قادن أي يعرفنا فلا فلا يؤذين نعم سبحان الله بعض الناس على فكرة برضا عشان دي نقطة مهمة بالعبية العلمانيين يقول لك يعرفنا أنهن حرار مش إماء آه وقال ابن حزم في هذه المسألة وهذه إما زلة عالم أو هو فاسد من ظن أن هذه الآية في قوله عز وجل ذلك قادن أن يعرفنا فلا يؤذين للتفريق بين الأمة والحرة فهذا التفريق إما زلة عالم أو هو فاسد في ابن حزم فالخلق واحدة والطبيعة واحدة والحجاب للحرة والأمة وهنا الله عز وجل يقول قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني هو الآن يأمر النبي ونساء المؤمنين فيهم إماء وفيهم حراء نعم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إماء فهو الآن الخطاب واضح من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا يا دكتور هيسم أنا بستغرب جدا الحملة النسوية على الحجاب يعني أنا عندي المشكلة مش أن أنت كأحد رموز التنوير أو أنت الكاتب الصحفي المعروف أصلا بهجومك على الثوابت ما عنديش مشكلة معيك خلاص هاجم إحنا كده كده عارفينك يعني أنا عندي المشكلة أن تظهر امرأة من دعاية النسوية تدعو أيضا إلى خلع الحجاب طب أنت قولي الحمد لله يعني إذا بريتهم فاستتروا يعني أنت خلعت الحجاب خلاص وعادي على جنب وعادي سكتة لماذا تقومين بتحفيز النساء على خلع الحجاب ليصبحنا مثلك يعني هو أولا لازم نعرف النسوية أي بالزبط النسوية معناها بمنتهى الوضوح تقليب المرأة على الرجل تحفيز المرأة ضد الرجل وإنت غير ملزمة وإنت مش ملزمة فبتخلص تحول البيت الهادي لحلالة صراع وتخلي المرأة تنقلب على الأخ الأب الشيخ ولي الأمر الداعية المربي أي سلطة تربوية تنقلب عليه فإيه اللي بيحصل مع الوقت تفقد الأنسة القدوة في حياتها فتبدأ تفقد المعنى والقيمة فالنتيجة الطبيعية لما تخطبها تقول لها الحجاب آه هتبدأ خطاب ذكوري فما هو لو ذكر وشهواني مش عايز حجاب أصلا منك فسوف اللعبة فنازم نفهم الخطاب النسوة مش عايزة عشان نفهم هم عايزين إيه بالزبط فالنسوية تقلب الأنسة على الرجل فتبدأ تفقد القدوة في حياتها وتبدأ توجهها أن الحجاب ده خطاب ذكوري مع أنه مش عارف إزيه ذكوري فبالعكس الزكوري غير كده خالص فتبدأ الأنسة خلاص الحجاب ما يسببها عائق بالنسبة لها أنها تبقى ايه نسوية زيهم فالخطاب النسوي خطاب تسويه للمرأة وخطاب بيضمر طبيعة المرأة وكيان المرأة والخصية اللي فيها المرأة فهو خطاب بيخلي الحياة السوية المستقرة التقليدية اللي هي نعمة من الله علينا البيت التقليد نعمة راجل وزوجة وأولاد ده نعمة الغرب ما عندهش كلام ده صحيح الله هذه الأسرة انتهت في الغرب نعم هي امرأة تعيش مع أولاد برا الزواج أو رجل هارب هي ده الحياة الطبيعية برا ستين في المئة خارج الزواج أولاد شيء مرعب مرعب مم فهم يعني تحس حقد أو حسد على الأمة الإسلامية أو النعمة الوحيدة اللي احنا ها ممشين بها بالزاق معنا برضو مش سيبيننا في حالنا فيها صحيح تبدأ بس هو الخطاب أصله شيطاني في الآخر شيطان اه طبع لأن الشيطان كاري الإنسان نعم الشيطان بيكرهنا والشيطان مش عايز منك نسلك نعم فبيقطع نسلك إما بالتحريض على الإجهاض الغرب الآن في الإجهاض مباح اه يقطع نسلك بالتحول الجنسي اه يقطع النسل بتخريب البيوت نعم والذيك الشيطان لما بيبعد سراياة ويقول لهم روح انت عمل ده مين اللي هو البشا كيبين بتاع الشيطان نعم اللي يفصل بين رجل وامرأة نعم نعم انت انت اللي وصلت المحلات القيبة لإيه لأنه دمر نسل من هذا البيت اه فالخطاب النسوي خطاب كده بالزبط بيدمر النسل بيدمر الأسرة بيخلي الحياة التقليدية الطبيعية تنهار نعم والبنت تفقد القدوة وتفقد النموذج في حياتها وتفقد المعنى ويعيشوها في حالة ارتياب صحيح الرجال يتأمروا عليك اولها المشكلة نفسية اه مرض الارتياب بالفعل اه برانوية اه اللي هو الرجال بيتأمروا عليك في تأمرية من الخطاب الزكوري عليك فالبنت تعيش في رعب اه لا الموضوع مش كده خالص يعني والله يا دكتور الحبيب يعني أنا دائما ما استحضر عندما تتحدث فضيلتك عن النسوية اه يعني الخطاب القرآني الذي خاطب به الله سبحانه وتعالى الأسرة مودة ورحمة وسكن حب وقلفة مش صراع اه فضيلتك ذكرتك يعني النسوية هنا الآن تصنع حالة من الصراع الرهيب بين الزوج والزوجة إلى أن يصاب البيت بالخراب نجد 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 البيت خرب حصل طلاق حصل انفصال وفي النهاية كما هو المعتاد الأولاد يدثعوا هذه الفاتورة الصعبة جدا من خلال ما يرونه من خلاف بسبب هذه الأفكار النسوية السيئة التي تم استرادها من الغرب إلى بلادنا دكتور الحبيب دكتور هيسان طلعت جزاك الله عننا خيرا وأصر سبحانه وتعالى لأنجع هذه الكلمات وهذه الخطوات في ميزان حسناتك يوم اللقاء أمين وإياكم اللهم أمين مشاهدين الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب وارضا وأن يرزقنا وإياكم توفيقا وقبولا وسدادا اللهم أمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة